السلام عليكم اهلا بيكم في مطبخ موني النهاردة هنعمل مع بعض الايس كريم بطريقة جديدة فكرة جديدة لحلوة ايس كريم الفراولة مناسب للضايت العادي وللكيتو دايت وكمان لمرضة السكري هنعمله من غير حليب من غير كريمة من غير نشويات من غير زبدة من غير اي مواد دهنية والفيديو ده اهداء مني لاصغر متابعة عندي في القناة العسولة عليا الفيديو ده عشانك يا عليا يلا بينا نشوف الفيديو مع بعض المكونات معانا بسيطة جدا معايا هنا 150 جرام من الفراولة ودي فراولة مجمدة سبتها لغاية لما فكت خالص وكمان معايا علبة زبادي يوناني سادة وزنها 150 جرام ده بالنسبة للكيتو دايت والبديل للدايت العادي زبادي قليل او خال الدسم او كامل الدسم على حسب من انتوا عايزين ومعايا اربع مربعات من جبن المراعي وزن المربع الواحد 18 جرام يعني هنستعمل 72 جرام من الجبنة ولون طعام احمر وللتحلية سكر استفيانة وهستعمل هنا جيلاتين بس ده مش اساسي في الوصفة انا بس احط الجيلاتين علشان يفضل ايس كريم متماسك معايا وقطعه بالشكل اللي شفتو ده يعني هو مش اساسي في الوصفة يلا بينا بقى نبدأ بالطريقة على طول احنا هنحط كل المكونات على بعض اول حاجة احط على الفراولة دلوقتي اربع مربعات من الجبنة انا هنا استعملت جبنة المراعي وده بديل لجبنة كيري ممكن تستعمله بالنسبة للضايت العادي ممكن يحطه اي جبنة كريمي وبالنسبة للكيتو دايت يعني الافضل ان احنا نستعمل جبنة مربعات او اي جبنة كريمي بس ما تكونش مالحة ودلوقتي بعد ما حطيت الجبنة هضيف كمان الزبادي انا هنا هستعمل زبادي يوناني جاهز وزن العيل بديه 150 جرام والبديل بالنسبة للضايت العادي زبادي قليل او خالي او كامل الدسم على حسب ما انتوا عايزين وبالنسبة للكيتو دايت ممكن يبدله الزبادي اليوناني باللبنة بس لبنة ما تكونش حمضة تكون لبنة حلوة ودلوقتي بعد ما حطيت الزبادي هضيف كمان السكر انا هحط بمعيار معلقة الطعام الكبيرة معلقة كبيرة مليانة من سكر استاذيانا ودلوقتي اشغل الهند بلندر علشان يتفرموا معانا ناعم قوي او ممكن تحطوه في الخلاط مفيش اي مشكلة وبعد ما المكونات اتفرمت معانا ناعم بالشكل ده هضيف بقى دلوقتي لون الطعام الاحمر وده برضو اختياري تحطوه او لا على حسب ما انتوا عايزين انا بس عايز اللون يكون معايا قوي شوية فحط دلوقتي نقطتين كده من لون الطعام الاحمر وهشوف لو احتاجت ازود لون طعام تاني او لا دلوقتي انا حطيت كده نقطتين او ثلاثة من لون الطعام وشغل تاني الهند بلندر علشان كده اللون يختلط كويس مع باقي المكونات خلاص كده احنا خلطنا المكونات كلها بيكون معانا القوان بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بيكون سايل بس تقيل شوي لغاية المرحلة دي خلاص كده الايس كريم جاهز معاكو وتحطوه في الفريزر وتستمتوه بأحلى ايس كريم بس انا حابة ان انا اقدم الايس كريم بشكل مختلف فاجيب بقى دلوقتي كيس جيلاتين كيس جيلاتين ده وزنه 10 جرام يعني معلقة كبيرة من الجيلاتين واحط دلوقتي في كوباية وهزود عليه مية سخنة وهقلب كده بمعلقة لغاية لما الجيلاتين يدوب بس كمية المية كانت قليلة شوية فانا دلوقتي هزود مية تاني يعني هنفك كيس جيلاتين ده في نصف كوباية مية مغلية وبقرر الجيلاتين يا جماعة ما هواش اساسي ده علشان اقدم الايس كريم بالطريقة اللي انتوا شفتوها في اول الفيديو دلوقتي بعد ما حطيت كيس جيلاتين وزنه 10 جرام يعني بما يعادل معلقة كبيرة مليانة بمعيار معلقة الطعام ودوبتها كويس ومية مغلية نصف كوب هنحط بقى دلوقتي المية دي فوق الايس كريم اللي احنا عملناه وهنقلب كده لغاية لما يختلطوا مع بعض كويس وبعد ما الجيلاتين اختلط كويس مع باقي المكونات بالشكل ده انا حاسة ان اللون بتاع الايس كريم فاتح شوية فانا هضيف تاني دلوقتي نقطتين او تلاتة من لون الطعام الاحمر علشان اخلي اللون قوي معايا شوية وزي ما قلتلكو اللون اختياري ممكن تحطو اولا على حسب ما انتوا عايزين وبعد ما حطيت اللون تاني هقلب كده لغاية لما يختلطوا كويس خلاص كده بالنسبة لي اللون كويس جدا يلا بينا بقى نشوف هنعمله مع بعض ازاي في عندكو اكتر من اختيار انا هجيب صانية كده مربعة واحط عليها دلوقتي ستريتش فيلم او نيلون غزائي او حتى ممكن تحطوا اكياس تلاجة وهبدأ دلوقتي ان انا احط فيها الايس كريم علشان ادخلوا الفريزر ممكن تعملوا بدل دا ان انتوا لو عندك اولب سيلكون تحطوا فيها زي ما انتوا عايزين مفيش اي مشكلة او ممكن كمان تحطوها في اولب الكابكيك برضو مفيش اي مشكلة على حسب المتاحة عندكو استعمله انا بصراحة بسهل على نفس شوية وكمان عايز اقدمه بشكل جديد فانا دلوقتي حطيتها في صنية مبطناها بستريتش فيلم اللي هو النيلون الغزائي ودلوقتي هزبطها كده واخبطها خبطتين على الرخامة علشان يتوزع معانا الايس كريم كويس وهندخلها الفريزر لمدة 10 دقايق بس وبعد كده هنطلعها بعد ما دخلتها لمدة 10 دقايق علشان بس تمسك معايا شوية هحط بقى على الوش من فوق كده شوية من اللوز المجروش وده برضو اختياري ممكن تحطوه او لا على حسب ما انتوا عايزين انا هحط على الوش كده شوية من اللوز ممكن تحطو عين جمل او ممكن تحطو بندق او ممكن تحطو فول سوداني او لوز او فول صدق او ما تحطوش خالص زي ما انتوا عايزين وبعد ما وزعت اللوز بالشكل ده هضغط عليه بالراحة كده علشان يثبت فوق الايس كريم هدخله بس حاجة بسيطة كده جوه الايس كريم وخلاص كده بيكون جاهز معانا بقى ان احنا نحطه في الفريزر لغاية لما يمسك خالص طبعا ده هياخدله في الفريزر اربع ساعات تقريبا وبيكون معاكم متماسك بس انا دايما بحب الحاجات اللي يكون فيها جيلاتين ان انا اسبع في الفريزر ليلة كاملة فانا دايما بعمل الحاجات دي بالليل واسبع في الفريزر وتاني يوم بتطلعها ده بقى شكله بعد ما عد عليه ليلة كاملة طبعا بقى متماسك معانا خالص دلوقتي بقى هنشيل من استريتش فيلم ده الاكياس اللي احنا حطنها طبعا بتطلع معانا بمنتاز سهولة وبيكون معانا بقى دلوقتي احلى ايس كريم هجيب دلوقتي القطاعة واحط فوقها كده الايس كريم وهنبدأ ان احنا نشيل الاكياس دي دلوقتي بقى انا هبدأ ان انا قطاعة على شكل مربعات وبقرر يا جماعة الناس اللي مش هتحط جيلاتين بلاش تعملوا الخطوة اللي انا بعملها دي اتعاملوا معا كأنه ايس كريم عادي لكن هنا الجيلاتين بيخلي معايا القوام متماسك لغاية لما قطعوا وكمان اقدموا فانتوا لو مش هتحطوا جيلاتين بلاش تعملوا الخطوة اللي انا بعملها دي خالص قدموا الايس كريم بالشكل التقليدي بتاعه وبعد ما قطعت الايس كريم شرائح هبدأ دلوقتي اقطع الشرائح دي مربعات شايفين ما شاء الله الايس كريم متماسك جدا ده بسبب الجيلاتين اللي انا حطيته شايفين ما شاء الله الايس كريم جميل جدا ازاي ومتماسك ومش بيسيح ابدا جربوه ان شاء الله هيعجبك وبداية بقى من المرحلة دي هبدأ الوقت اشتغل بسرعة بقى هنجيب دلوقتي الورق اللي هو بتقدم فيه الشوكولاتة او الشكالمة على حسب بقى ما بتستعملوه وهبدأ احط فيه حلوة الايس كريم طبعا قدموه بالطريقة اللي انتوا عايزينها وبعد ما حطيت الايس كريم كله في الورق بالشكل ده انا قدمته بالطريقة البسيطة دي شكله جميل جدا وطعمه اكتر من رائع دلوقتي بقى هستمتع باحلى لحظة في الفيديو ان انا ادوق الايس كريم شايفين ما شاء الله حلوة الايس كريم شكلها جميل جدا ومتمسكة وكمان طعمها اكتر من رائع جربوها وان شاء الله هتعجبكم وكده عملت معاكل الايس كريم بشكل جديد حلوة ايس كريم الفراولة مناسب للدايت العادي وللكيتو دايت وكمان لمرضة السكري وده اهداء مني لأحلى بنوتة في الدنيا عالية جربوه ان شاء الله هيعجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير لي الفيديو وترفعوا الفيديو بتعليقاتكم الحلوة ولما تجربوه قلولي رأيكم فيه ايه وبالفهانة وعافية اشتركوا في القناة